ترجمة نانسي قنقر والاستبلات والملاك في يومها الأول حيث سهم العارضين بشكل مميز في إبراز معالم الجياد وأناقتها وجمالها وسط تشجيع مميز من الجماهير التي أعطت رونقا للتنافس القوي ينظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيلة يوم غدنا الجمعة السباق السابع لهذا الموسم والذي سيقام على كؤس الهيئة العامة للرياضة وكأس اللجنة الأولمبية البحرينية وذلك على مضمار سباق النادي في بنطقة الرفاب الصخير وسيشهد السباق مشاركة كبيرة للجياد بعد إجراء التداخيل النهائية وسط توقعات بأن يشهد منافسات قوية مفتوحة في ظل تقارب مستويات أغلب الجياد المشاركة والمرشح للمنافسة خصوصا في أشواط الجياد المستوردة وعدم وجود فوارق كبيرة بين الجياد المتنافسة أعلن بنك البحرين الوطني بمشاركته بصفته الراعي الحصري لفعالية آيرون كاتس والمقرر إقامتها في المملكة في السابع من ديسمبر القادم وتأتي رعاية البنك بمثابة شهادة على التزامه بتعزيز نمط الحياة الصحية لذا فئتي الأطفال والشباب وهي انعكاس لركائز وممارسات المسؤولية الاجتماعية كما يهدف البنك من خلال رعايته لهذا الحدث الرياضي البارز لإلهام وتشجيع الرياضيين الناشئين بجانب ترسيخ أهمية اللياقة البدنية والصحة الجسدية نظم النادي الأهلي محاضرة عن الإعداد الذهنية للاعبية الفئات العمرية لكرة السلة قدمها مدير الأكاديمية الأولمبية باللجنة الأولمبية البحرينية المحاضرة الدولية نبيل طه وتهدف المحاضرة إلى زيادة المهارات الخاصة بالإعداد الذهنية والثقة بالنفس ومسؤولية اللاعب وواجباته وحقوقه وأهمية تماسك الفريق والتفكير الإيجابي لدى كل اللاعب وتأتي هذه المحاضرة ضمن الجهود التي يقوم بها مجلس إدارة الندي لتوعية اللاعبين وإرشادهم لسقل وتطوير وتأهيل لاعبي الندي وكوادر في الجوانب الفنية والإدارية والإعلامية انطلقت بطولة المواهب البحرينية الأولى في كرة القدم وذلك علمنا لعب الخارجية تابعة لاتحاد كرة القدم وتأتي هذه المبادرة ضمن التعاون الثنائي المشترك بين وزارة التربية والتعليم وشركة طموح للإدارة الرياضية من أجل سقل مهارات الطلبة واكتشاف الموهوبين في مختلف الرياضات والاستفادة من قدراتهم الهائلة في الأندية والمنتخبات الوطنية بالإضافة إلى تهيئتهم لتمثيل الوطن والتعزيز روحي الانتماء وحب الإنجاز باسم البحرين